ده راج البطل بتاع في الميناء اما دي فبتكون كمال وفي الميناء بيبدأ في بيت السيد تاكور وبيكون عامل حفلة بمناسبة عيد ميلاد حفيد ونيهال وعيد جواز فشال ابن وامراته وده بيكون براج واحد من رجالته وشغال عنده وبعدها بنشوف زرافر بيقابل عامه تاكور وبيطلب منه يسامح علشان دايما بيقف ضده وبيعمل مع مشاكل وبالرغم من ان براج بيحذر تاكور لكن بيوافق يسامحه وبينصى الماضي ولما بتوصل التورتة للمكان زرافر ورجالته بيبعدوا عنها وكانهم خايفين من حاجة وده بيخلي براج ياخد باله وينقذهم بسرعة وبيرميها في المياه قبل ان تنفجر بيهم وبعدها فشال بيدافع عن ابوه وللأسف بيموت وساعتها السيد ساكور بينقذ التفلة كمال ويدرب بالنار ولما بيدخل المستشفى بيكون حالته حريجة جدا وبراج بيعرف من رجالته المكان اللي فيه زرافر واللي بيكون فرحان وعمال بيحتفل بموت عمه لكن براج بيوصل للمكان وبيموت كل رجالته ومحدش منهم بيكون قادر عليه وبعدها بيمسك زرافر وبيفضل يضرب فيه وبينادمه على كل حاجة عملها وبيكسر رجله علشان يفضل عاجز وبيقول له انا قادر يا موتك بس اسيبك تقيش عشان تفتكرني كل ما تمشي بالوكاز وبعدها براج بيموت رغفير اخه امراته سومتري ولما بيرجع المستشفى وبيقول لها انا قتلت اخوكي فبتقول له كان لازم تسهبني موته بأيدي وعقب على خيانته وبعدها تاكور بيوصل براج يحمي نهال حفيده من اي خطر وهو بيوعاده هيدفع عنه الاخر يوم في حياته ووقتها بيموت السيد تاكور وبيفقد الحياة ومن ناحية تانية زرافر بيحاول يهرب بمساعدة اخوه لكن الشرطة بتكون وراهم وعايزة تقبض عليه فبيقول لاخوه يهرب وهو هيسلم نفسه واول ما هيخرج هينتعمه من براج وفعلا الشرطة بتقدر انها تمسكه وبعد مرور سنين كتير بنلاقي راج عمال بيرقص وبيغني وبيكون معاه اخت بوجة وللأسف بتعجب مجموعة شباب وعايزين يعملوا معاه علاقة غير شرعية وراج بيقعد مع اخته وبيحتفلوا لانهم اختاروها ملكة جمال وبتشكر على كل حاجة بيعملها لها خاصة بعد ما ابوها واماها ماتوا بتكون متأثرة جدا وهو بيهون عليها وبيقول لها انا هفضل جنبك طول العمر وبعدها بتوصل قضيتها وبتلاقي الشباب قدامها وبيحاولوا يتحرشوا بيها وبعدها بياخدوها المكان مهجور وهي مش عارفة تهرب منهم ولما بيسيطروا عليها راج بيوصل وبيدافع عنها وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه وبيندامهم على كل حاجة بيعملوها وبيعور واحد منهم في رقابته لكن للأسف بيضربوه بيحاولوا انهم يموتوه وبيكون سايح في دمه لحد ما بيقع وبيفقد الوعي بتاعه وساعتها بوجة بتمسك السكينة وبتكرر انها تموت نفسها وبتدفع عن شرافها وبتروح لأخوها وبتطلب منه السماح وفي النهاية بتموت في حضنه وبتفقد الحياة وبعدها زرافر بيخرج من السجن واول حاجة بيعملها بيكلم بالراج وبيهدده بالموت وعايز ينتقل منه وساقاتها بالراج بيقابل نهال وبنكتشف ان الوادي المتحرج اللي بوجة موتت نفسها بسببه وبيقمر ويسافر علشان يشرف على ابناء فندق الجديد في منطقة كوشين وبيشوف الخدش اللي فرقبته وبيتطمن عليه وتاني يوم بيلاقي مجموعة شباب بيتحرشوا بواحدة وبيفضلوا يضايقوها وبيخطفوها بالعربية بتاعتهم وبيمشوا بيها لحد ما بيشوفهم راج وبيحاول انقذها وبيفضل يضرب فيهم وينتقم منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبالصدفة بيكسر عربية بالراج وهو مش في الشارع وبعدها البنت بتشكره وهو بيفتكر اخته بوجة واللي حصل فيها وبالراج بيحييه على شجاعته اللي انه انقذ شرف البنت وبيديله الكارت بتاعه وبيعرض عليه يشتغل معاه وتاني يوم راج بيوقف في محطة الأوتوبيس وبيلاقي بنت مجنونة كانت هتغبطه بالعربية وبنعرف ساعتها انها كمال وبيقول لها انت شكلك ما بتشفيش وبيفضل يهزق فيها وساعتها بيروح لبيت السيد بالراج وبيوافق يشتغل معاه وبيعرفوا انه ملهوش اهل او بيت يعيش فيه فبيقرر ياخده ويعرفه على السيد تاكور وبيقول له زمان لقيت بنت بتعيط وجسمها عريان فشلت الغطة من على واحد ميت وجريت علشان اغطي البنت صغيرها والسيد تاكور انقذني من ايدي الناس واعجب جدا بشجاعتي وعرف اني ياتيم ومليش اهل فقرر يسميني بالراج وخلاني اشتغل معاه والساعتها بيقول لراج انت بتفكرني بشبابي وبيخليه يقش معاه في البيت بتاعه ولما بيجي الليل كمال بتكون قاعدة مع ابوه وامها وبتعرف ان فيه واحد موجود في البيت معاهم فبتروح لقوته علشان تشوفه وبتكتشف ان هو الوقت بتعمقه في الاوتوبيس وبتكون مستغربة وهو بيليقها نفس البنت اللي كانت عايزة اتماوته وبيفضل التاريق عليها وبعدها بتفضل ترقص وبتشغل اغاني بصوت عالي وبتخليه اصحى من النوم وعملة تدايق فيه لكن بيحط القطني فودانه بينام ومش فارق مع اي حاجة وتاني يوم كانتها طقع وهو بيقدر يمسكها في اللحظة الاخيرة ولما بتكلمه بطريقة وحشة بيسيبع طقع على الارض وبتروح تشتكل ابوها وعايزة يطرده برا البيت لكن بيكون رافض وشايفه انسان محترم جدا وساعاتها زرافر بيكلم بالراج وبيهدده بانه هيموت كمال وده بيخليه يطلب مراج رائب بنته ويحميها دايما وكمال بتكون في الجامعة وبتعمل بروفا علشان العرض بتاعها وبتتخانق مع البطل اللي هيكون قصادها وبتطرده برا المكان وساعاتها راج بيكون موجود واصحابها بيفكروا يخلوه هو البطل اللي هيرقص معاها وبترجع البيت وبتطلب من ابوها راج يشترك معاها في العرض وهو بيكون واقف وسامع كل حاجة وفعلا بيقدموا الحفلة وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا وبيتفوق عليكم ملف كل حاجة وهي بتكون متضايقة وبتسيب وتمشي وتاني يوم بتقابل صحابها وعايزهم يفكروا معاها علشان يتخلصهم الراج اللي بيرقبها في كل مكان وبيروحوا لابوها وبيطلبوا انهم يخرجوا وهو بيوافق لكن بيشرط عليهم راج يكون معاهم علشان يحميهم وفعلا بيخرجوا وبتتفق مع صحابها هتمثل انها بتغرق ويصوروا راج وهو بينقذها وبكده هتثبت لابوها ان هو متحرش لكن الراج بيتفاجئ ان فيه عربيات في المكان وواحد منهم معاق الناصة وعايز يموت كمال فبيروح ينقذها في اللحظة الاخيرة وبعدها بيركب الموتساكل ويحاول يهرب منهم وساعتها بيفضل يموت فيهم واحد واحد وعايز يدفع عنها وفي النهاية بتخلص منهم كلهم ومحدش بيقدر عليه وهي بتلاقيه مصاف في دراعه وبتحاول انها تساعده علشان يتعالج وبتبدأ في الوقت ده تعجب بيه ولما بيجي الليل بيرجعها لابوها من غير اي ضرر وبالراج بيشكره علشان انقص حيات بنته من الموت وتاني يوم بيروح لبيت زرافر لكن للاسف ما بيكونش موجود فبيفضل يدرب اخوه وعايز يعرف مكانه لكن بيعرفه بيتكلم او يقوله هو فين وقاته بيحاول يهرب ويطلع يجري في الشارع وبالراج بيمسكه وبيغبطه في العمود وبيقدر ان هو يموته وزرافر بيتدايق جدا اول ما بيسمع الخبر ومن ناحية تانية كوميل بتروح لراج وبتعترف انها بتحبه وهو كمان بيبدلها نفس الشعور وتاني يوم بتمسك صورته وبتفضل تتكلم معاه وامها بتدخل عليها وبتشوف كل حاجة وبعدها ابوها بيعرف وبيوافع على انهم يرتبطوا ببعض وما فيش اي اعتراض ولما بيكونوا في الطريق للمطار بيطلب من راج ان هو يتجوز بنته كومال لانه عارف اللي بينهم وبعدها بيحكي له انهم في المطار علشان يستقبلوا حفيد السايد تاكور ولما راج بيكون وافل واحده بيلاي نهال موجود قدامه وبيفتكر كل اللي حصل لاخته زمان وازاي متت على ديه فبيطلع يجري ناحيته وعايز ينتقم منه وبيفضل يضرب فيه وهو مش عارف يدافع عن نفسه قدامه لحد ما بيوصل بالراج وبيحاول بقدهم عن بعض وبيضربه بالقلم وبيقول له داني هال حفيد السايد تاكور فراج بيقول له هموته لك لانه حاول يختصب اختي وده خلاها تقتل نفسها علشان تدافع عن شرفها وبص فرقابته هتلاقي فيها جرح فبراج بيرفض كلامه وبيقول له انا هدافع عنه لاني مستحيل اخلي فعد الجد واسيبك تموته فبيقول له انت واجبك تدافع عنه وانا واجب انتقم لاختي وتاني يوم بيقابل كمال وبتسأله ملك زعلان ليه فبيقول لها الراجل اللي قاتى لاختي هو نهال وفي نفس الوقت بالراج بيحكي لمراته بيكون محتار ومش عارف يعمل ليه وتاني يوم نهال بيكون في قطه لكن بيتفاجئ براج وايف قدامه وبيفضل يضرب فيه وما بيكونش عارف يدافع عن نفسه وبيكسر كل المكان وبيدمره وقتها براج بيروح لهم وبيقدر يدخلهم في اللحظة الاخيرة وراج مصمم على انه يموته وينتقم منه وبيلراج بيقول له علشان تقتله لازم تخلص عليها الاول وساعتها تخسر كل الناس اللي كانوا بيحبوك وعايزينك تكون واحد منهم ولما بيكون ماشي براج بيمنع نهال من انه يموت راج وتاني يوم بيقابل زابط وبيطلب منه يعتقر راج علشان ميرتكبش جريمة وبيديله الصورة بتاعته وفعلا الشرطة بتروح له وبتحاول تقبض عليه لكن بيهرب منهم ومحدش بيقدر يمسكه وبتيجي عربية وبتساعده علشان يركبها وقتها بنكتشف ان هو زرافر وبيطلب منه يتحد معاه علشان يموته براج لكن بيرفض وبيهدده لو قرب منه هيكون اخر يوم في عمره وبعدها بيتسهل ببيت براج وسومتري بترد عليه وبيعرفها اللي حصل وبيقول لها لازم تخلي بالك من جوزك لان في واحد اعرق طلب منا موت وانا رفضت وساعتها براج بيكون على الخط التاني وسامع كل شيء فبيقرر يروح لراج وبيطلب منه ينسى الماضي ويبدأ حياته من اول وجديد لكن كالعادة بيرفض كلامه ويسيبه ويمشي وتاني يومني هل بيحاول يخرج من البيت وبيراج عايز يمنعه لكن بيرفع عليه السلاحه وبيقول له انا هخرج ومش خايف من الراج ولما بيوصل للبار بيقابل زرافر هناك وبيحاول يضحك عليه وبيفهموا ان براج عايز يقتله علشان يسرق سروته وبعدها يجوز بنته الراج وبيطلب منه يتحد معاه وفعلا بيقتنع بكلامه ويرجع البيت ويواجه بالراج بكل حاجة وبيقول له انا عارف انك بتحاول تقتلني علشان تاخد سروتي ولو عايز تثبت لي ان كلامي غلط جوزني بنتك كمال وساعتها بالراج بيرفض وبيزع عليه وبيقول له مستحيل تتجوز من واحد شيطان زيك ولما بيوقع على الارض بيتخبط ويتعور في راسه وبيهدده بانه هيموت راج وبعدها بيرجع له زرافر وبيحطوا خطة مع بعض علشان يقتلوهم ويتخلصوا منهم كلهم وتاني يقوم براج بيعرف ان بنته هربت وثابت البيت علشان تروح لحبيبها وفعلا بنلاقيها موجودة مع راج لكن بيرفض اللي هي عملته وبيقول لها لازم تحافظ على قرامة وشرف ابوها وبياخدها علشان يرجعها للبيت من تاني وفي نفس الوقت انهال وزرافر بيروحوا البراج وعايزين ينتقموا منه وبيضربوه بالنار وبيتصف دراعه وانهال بيدور على كمال وصومترا بتحاول توقفه وبتضربه بالقلم لكن بيزوقها وبيخليها تتعور في راسها وهو للاسف ما بيكونش لقيها في البيت وبيسمع زرافر وهو بيقول انه موت ابوه جده وساقاتها الراج بيوصل للمكان وبينكس براج من الموت في اللحظة الاخيرة وبيبدأ يموت في رجالته واحد واحد وبيخلص عليهم كلهم ولما بيقرر يموت زرافر بيلاقي المسادس فاضي وانهال بيمسك السلاح وعايز يقتل راج لكن بيدرب زرافر وبيسيبه في رجله بعد معرف الحقيقة وبيتأسف لبراج على كل حاجة عملها فيه وبيكون ندمان وفي الوقت ده بينكز راج من الموت وبيتدرب بالنار مكانه وهم بيردوا على زرافر وبيقتلوه وساعتها انهال بيطلب من راج يموته وينتقم لأخته فبيكون رافض لانه انقص حياته وبيقول لانا كنت عايز اقتل المجرم اللي قتل بوجة مش الشخص اللي كفر عن الزنب بتاعه بالدم ووقتها انهال بيجمع كمال وراج مع بعض وبيفقد الحياة ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد ترجمة نانسي قنقر